تبحث أوروبا عن أدلة دامغة على أي تورط إيراني في حرب روسيا على أوكرانيا لتفرض العقوبات عليها بحسب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وسرعان ما أوجدت طهران تلك الأدلة وأقررت بها المرشد الإيراني علي خامنائي اعترف بإرسال بلاده مسيرات للمشاركة بحرب روسيا على أوكرانيا حيث قال إنهم يريدون محاسبة طهران من خلال مساءلتها لماذا تبيع أسلحتها لهذا الطرف أو ذاك مضيفا أن من يقول إن المسيرات الإيرانية صور مفبركة أصبح يحذر من خطورتها على حد تعبيره في اعتراف رأاه كثيرون كافيا لإنزال الغرب أقصى العقوبات بإيران ليس ذلك فحسب بل أرسلت إيران قادة ومدربين من ميليشيا الحرس الثوري إلى روسيا للمساعدة في تشغيل وحل مشاكل الطائرات المسيرة التي باعتها لها وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين مشيرة إلى أنه عندما أرسلت إيران أول الشحنة من المسيرات إلى روسيا تعطل بعضها بسبب أخطاء المشغلين الروس كما وقعت أيضا مشاكل ميكانيكية في بعض الطائرات قللت فاعليتها الصحيفة أكدت أن المدربين الإيرانيين يعملون داخل قاعدة عسكرية روسية في القرن التي ضمتها روسيا من أوكراني عام 2014 وهو المكان الذي تمركزت فيها الطائرات المسيرة منذ وصولها من إيران قوات الاحتلال الروسي تتلقى ضربات تلو أخرى في خيرسون ليؤكد قائدها الجديد أن سيطرة بلاده على المدينة تضعف بشكل كبير وأن الوضع فيها صعب وليس سهلا على الإطلاق في الوقت الحالي على حد تعبيره الوضع في خيرسون ليس سهلا ستكون أولوياتنا إنقاذ أرواح المدنيين وجيشنا سنتصرف بوعي وفي الوقت المناسب ولن نستبعد اتخاذ أصعب القرارات ليرى محللون أن التدخل الإيراني سواء بالمسيرات أو العناصر لن يغير بطبيعة الحال مجريات المعركة في أوكرانيا